من جانبه أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك كانه من المزمع أن يكتمع مجلس الأمن الدولي غداً لأحد لبحث الأوضاع الراهنة في الأراضي المحتلة وأوضح دو جاريك أن الأمينة العام للمنظمات الدولية أنتونيو جتاريش حتى على بدل جميع الجهود الدبلوماسية لتجنب اندلاع صراع أو سعين طاقاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين